بداية جديدة مع نفس الشخص القديم إذا كان فيه سيناريو عاطفي. بداية جديدة مع نفس الشخص القديم أو شخص أنت كنت تستنى أو منتظره إليك فترة عم بتراقبه هو عم براقبك. دائما الأشياء العاطفية أو التوقعات العاطفية بتكون أحيانا عكسية. عم بشوفك منتظر مترقب ما بدك تعمل ولا إجراء ولا شي. خلاص خلصت أعطيت عملت ساويت بكفي. وعم تستنى النتيجة. عم بشوف النتيجة بتجيك بطريقة غير متوقعة. يمكن أنت كنت عم بتأجل موضوع. عم بكون في عندك شوي صراع نفسي. يمكن بين بين العقل والقلب ما بعرف. آآ في عندك نوع من الصراعات آآ كانت أو راح تكون في الأسبوع الثالث احتمال. ولكن آآ راح تنتهي بقرار منك آآ يعني صارم خلينا نحكي. وهذا القرار راح يجيب لك آآ بداية جميلة البداية اللي قلنا عليها. أنا حاسيتها عم تكون على الصعيد العاطفي وعلى الصعيد العملي بنفس الوقت عم بتكون في بدايات جديدة آآ عندك. إما مع شخص آآ قديم إذا كان في عندك شخص آآ موجود أساسا في ضغطك. آآ أو إنه آآ على صعيد العمل عم بيكون في عمل جديد فكرة جديدة ممكن تطور في نفس آآ العمل آآ خاصة إذا كان مديرك من برج آآ ترابي أو آآ ناري فهو ممكن يرقيك أو ممكن يعطيك آآ مسؤوليات اللي أنت كنت تحسها إنه آآ كتير آآ يعني كنت تطلع عليها بطريقة سلبية هي بالعكس هي رح تجيب لك آآ السمعة الطيبة ورح تجيب لك الترقية ورح تجيب لك آآ أشياء حلوة ما بعد هيك. آآ آآ عادي جدا أنا بقول لك اتعب آآ أول فترة من آآ الشهر ما في مشكلة لأنه بعدين في النصف الآخر من الشهر وكأنك عم تحصد النتيجة. عم بتكون في كارما في في الموضوع في شخص آآ ظلمك آآ ممكن يكون طاقته آآ آآ مائية أو هوائية هذا الشخص آآ أو نارية ممكن تكون. هذا الشخص آآ عم تاخد حقك آآ منه على العلم يعني قدام الناس آآ زي ما راح حقك قدام الناس أو نهنت أو كزا يعني راح يرجع لك حقك بنفس الطريقة. وشايفيتك منتصر منتصر على شخص أو على موقف آآ على شخص ممكن يكون آآ برجه آآ هوائي ممكن يكون برجه ناري. شايفي فيه انتصار على هذا الشخص وهذا الشخص احتمال كبير يكون أنثى. آآ هذا بشكل عام. وشايفي فيه فرصة السفر حلوة. ولكن انت يمكن تأجلها لانه ما شايفيتك نسافر ولكن فيه فرصة آآ سفر. خلينا نشوف العاطفة بشكل عام كمان. حبيبي انتبه على حالك ممكن تكون عندك مشكلة بالشاكرات آآ وحدة على الأقل. آآ فبس تهتم في هذا الموضوع. تعمل استشفاء ازا قدرت. هذا الموضوع شايفيته على استشفاء وعلى نهاية رح يموت آآ رح ينتهي هذا الموضوع اللي عندك اياه المشكلة اللي في الشاكرات او الطاقة السلبية خلينا نقول. انا مش حبي احكيها انه طاقة سلبية سحر عين حسد. آآ رح تنتهي ممكن في هذا الشهر في اوله او في النصف الاول. آآ لانه كانت عم بتشكل لك تأخيرات على الصعيد العاطفي. اكتر شي لانها طلعت بالورق العاطفي. آآ شايف ممكن جدا انه آآ خلينا نحكي كون في ناس رح تترك حدا قديم في حياتكم موجود وخاصة ازا كان برج السرطان او برج مائي. آآ وتبدو بداية جديدة مع شخص مختلف تماما. مع شخص جديد بداية جديدة. آآ هذا السيناريو للاشخاص اللي يمكن ملوا آآ خلاص من الطرف الاخر او الشريك. آآ كانوا عم يستنووا لفترة طويلة. آآ عم بشوف نهاية وبداية مع شخص اخر بفعلا شخص جدي. آآ شخص عم بيكون مائي او آآ ترابي. آآ عم بيكون جدي اكتر. آآ عم بيكون بيستحقهم فعلا آآ من زمان عينوا عليهم او آآ يعني من هذا القبيل. آآ شايف آآ بالنسبة للمتزوجين في مشكلة عابرة ممكن انه آآ يعني يتعرضوا لها. ممكن يكون في شك. اما آآ انت تشك بالشريك او الشريك شاكت فيك في موضوع من المواضيع. ولكن بمشي الموضوع يعني العجلة بتمشي ما في آآ يعني مخاوف من هادي القصة. آآ عم بيكون في آآ بالنسبة للمنفصلين حتى للمرتبطين مراقبة شديدة من الطرفين لبعض. آآ عم بيكون في زكريات آآ طاقد زكريات كبيرة خاصة في الاول الشهر. آآ عم بشوف شوي شوي عم الفرحة من بعد آآ تعب يعني ومن بعد آآ فترة طويلة من الانتظار من الظلمة. الظلمة في هاي العلاقة يمكن اعطيت كتير آآ فعم بسترد اللي انت اعطيته. عم بيردلك اياه الشريك. ولكن هذا الشريك شوي بطيء شوي آآ شايفيته بطيء او عنده شوية مشاكل عنده عوائق آآ في كان طرف ثالث آآ مسيطر والآن عم بتلاشى. آآ طرف ثالث آآ قلنا حبايبي مو شرط خيانة آآ يعني ممكن يكون اي عائق آآ في العلاقة آآ شايفي فيه علاقة جدية بالأفق حتى للمنفصلين. مبنية على أسس. مبنية على أسس آآ يعني ثابتة. مش آآ مش حكي فاضي او مش اوهام او مش آآ وعود بالهوى. عم بيكون عم بيكون الشريك صادق وعم بيوعوده وعم بنفذها. شايفيته عم بنفذها. وهذا الشخص آآ من بعد المشاكل من بعد الكزا رح يرجع طبيعته معاك. رح يرجع آآ ب بصفاته اللي بلش معاك فيها خلينا نحكي. آآآ ممكن للعزاب كمان يلتقوا بشخص آآ منطقات آآ مائية او ترابية أو حتى نارية يعني آآ ممكن يلتقوا بشخص آآ جديد هذا الفترة هاي الفترة آآ آآ بيحاول انه يدخل حياتكم للحفول على شي ما يعني على على مصلحة معينة عم يدخل حياتكم فبس نكون حزيرين. ازا ورق بشكل عام جميل. نشوف مسج من آآ الحبيب ما قادري حكي لنا اياها. او من عقل الباطن او كلمة او. آآ هون المسج عم بشوفه. آآ تكررت المسج معانا انه انا نفسي اجيب طفل منك. عم بحلم اني اجيب طفل منك. خلينا نشوف تحزير هذا الشهر للقاوس. آآ لا والله هذا مش تحزير. هذا عقد زواج عقد بيت عقد. في عقد راح تتوقع عليه. في ورقة اللي هي اما عقد زواج او عقد يمكن عمل. آآ في عقد راح تتوقع عليه. في ورقة راح تروح توقع عليها. يا. خلينا شوف oracles. موسيقى بقولك افرح انبسط سرخ وكأنه بقولك يعني أنا بترجمه أو بفهمه إنك عم تكتم كتير يا قوس في داخلك عم تكتم أمور كتير فبيقولك احكي سرخ عبر ما تضلك ما تضلك ساكت ما تضلك في نفس الطاقة اللي عم بتحوش طاقة صلبية عم بتحوش تراكمات لا تطلحها كلاتها أول بأول كون زي الأطفال بقولك شاوت يعني سرخ حتى تحصل على السعادة فلازم تفرق لجواتك لازم تطلع لجواتك حباي ببرج القوص وسل سنبيت ترجمة نانسي قنقر